ومن النصرية إلى كاركوك فالأجواء متشابهة بدوافعها فقد أثار انسحاب مرشحين من الحزب الديمقراطي الكردستاني وانضمامهم إلى قوائم الاتحاد الوطني في كاركوك تفسيرات مختلفة بينما يراها الحزبان طبيعية في العمل السياسي ويقول القياد في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي إنما يحدث من عملية انضمام بعض مرشحي الديمقراطي إلى الاتحاد بالأمر الطبيعي ضمن العمل السياسي والانتخابي مع كل الكتل والأحزاب العراقية وليس الكردية فقط من جانبه يؤكد القياد في الحزب الديمقراطي وفا محمد كريم إن انسحاب بعض المرشحين لا يعني إن هناك صراع كردي كبير في كاركوك مشيرا إلى اتفاق الحزبين على خوض الانتخابات بقائمتين والتحالف بعد إعلان النتائج من أجل تشكيل الأغلبية داخل مجلس المحافظة ثم الاتفاق على شخصية المحافظ من أي حزب ستكون ترجمة نانسي قنقر